يوصل المواطنون الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ثاني أيامه يأتي ذلك في ظل استمرار الأجواء الاحتفالية بالحضائق العامة والمتخصصة وسط إجراءات أمنية مكثفة على مدار أيام عيد الفطر المبارك تستمر الأجواء الاحتفالية بالحضائق العامة والمتخصصة وسط إجراءات تأمينية واستعدادات لاستقبال المواطنين منذ الساعة السابعة صباحا الحياة طبعا كل ما هو يتعلق بالجمهور حقيقة بنبدأ نهتم بيه إذا كان من ناحية المرافق، إذا كان من ناحية الإنارة، الحمامات، الطرق، المقاعد كل ما هو حضرك يتعلق بالجمهور حقيقة بنبقى فيه مراجع عليه الأنشطة الموجودة عندنا زي الكافيتريات، زي قطر النزهة، زي المسرح، زي القهات الموجودة زي الأجنحة الموجودة في الحديقة الدولية عندنا في الحديقة الدولية أنشطة كثيرة جدا وأجنحة كثيرة جدا الناس ممكن تقدر تتصقف وتقدر تعرف ثقافات الدول المختلفة عندنا مصرح للأطفال طبعا الزارة الثقافة عندنا طبعا التفطف، عندنا ملاهي بتخدم الكبار وتخدم الصغيرين الحديقة الدولية وحديقة العاش من رمضان تحتوي على مسطحات خضراء طبيعية وأنواع مختلفة من الأشجار وبها أماكن مخصصة للجلوس وحديقة حيوان مصغرة وملاهي للأطفال نحن نستيب الديوف من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 10 بالليل عملين عرض للعائلات بـ 75 جنيه ده شامل دخول حديقة الحيوان شامل مسرح العرائز، ركوب الحصان، النطاطة، البدلات المائية، بيت الراعب السينما كويسة وأسعارها من نسبة بصراحة أحسن من أي مول برة والكلام ده كله وهنا فيه أمان يعني أعتبر برضو مليت نصر حاجة كويسة جدا يعني جميلة كده بحباها فاتر فيه حلو يعني والبقاء على طول مش هو المرة يعني ومبسطة أنا جاي مع أهلي وكده يعني أنا حبيت عشان هنا أمان وهنا حاجات حلوة وأنا جيت من الشرقية قالوا لعالمكان ده جيت عشان فيه أمان وصراحة حاجات حلوة وعمر لما رحت المكان وليت زي ده كده والله هو بالنسبة للمساحة مساحة جميلة جدا والأطفال بتستريح فيها قوي وإحنا كل سنة متعودين نجي إلى المكان ده عشان مكان كويس قوي والله يا أول سنة جيها بأسسية فيها أمان والأماكن هنا جدا حلوة وإن شاء الله نجيها كل سنة والمكان هنا جميل جدا والله هم الأولاد من أول يوم العيد وهم عملين يجيبوا على النيت وبيدوروا على أماكن تكون حلوة أن الواحد يقدر يخرج بها فيها في قلب العيد فلقوا أن الحديقة الدولية أنسب مكان وأنا بفضل الحديقة الدولية دايما لأن المكان هنا متسع بالدنيا تبقى حلوة يعني الخضراء والمكان تظل الحضائق والمتنزهات قبلت المواطنين المفضلة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة وتأتي أيام عيد الفطر المبارك التي تتزامن مع فصل الربيع لتزيد من الإقبال على كل المساحات الخضراء والحضائق ترجمة نانسي قنقر